شاهدين الكرام رجعنا لكم مرة تانية ودور مصري ثابت وواضح هي للأزمة الفلسطينية منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على سكان قطاع غزة موقف حاسم ورفض قاطع لمسألة تهجير إلى جانب جهود لا يغفلها الجميع في حجد وإنفاذ المساعدات الإغاثية لغزة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أصدر بيان بالأمس بيصار تثير جهود مبذولة على مختلف المستويات بداية من فتح معبر رفح من الجانب المصري منذ اليوم الأول للعدوان من دون قيود أو شروط بالإضافة لحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة نصيب مصر بمفردها حكومة وشعبا ومجتمعا 80% والبيان كمان أشار إلى التسهيلات وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة اللي بتقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد مصر على مدار الأزمة أثبتت حقيقة أن ما يقال أمام الشاشات والماكروفونات هو نفس ما يقال في الغرف المغلقة وده بالضبط اللي أكده وشدد عليه بيان رئاسة الجمهورية بأن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل وأن الحال الوحيد للأزمة الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية حدثنا متجدد ومستمر عن دور مصر لدعم القضية الفلسطينية مع ضفنا لمشرفنا في الستوديو دكتور حيمد فارس أستاذ العلاقات الدولية صباح الخير على حضرتك صباح الخير أستاذ صباح صباح خيار سباسم أهلا بيك وفننا صباح النور دكتور حيمد منورنا في هذا الصباح وخلينا نبدأ على طول مع حضرتك من أحدث ما في أو أحدث ما جد بالأمس بيان مهم جدا من رئاسة الجمهورية المصرية بتتحدث فيه عن رد على الكثير من الأكاذيب وتوضيح الحقاق الخاصة بمعبر رفح وفتح مصر لمعبر منذ اللحظة الأولى وبيتحدث أيضا عن فكرة رفض الكامل للتهجير القصري ربما يكون دول أكتر نقطتين كانوا معنيين في هذا البيان بالإضافة طبعا لضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية مصر بتتحرك سواء على مستوى يعني كدولة لوحدها بتتحدث أيضا من خلال التحالفات المختلفة ومنها التحالف المصري الأردني الفلسطيني كيف ترى الجهود المصرية في هذا الشأن يا دكتور حيمد طبعا الرهان على التقليل من الدور المصري هو رهان خاسر مصر دائما وأبدا بتلعب أدوار كثيرة ومتعددة في سبيل دعم القضية الفلسطينية على كافة المحاول والمستويات وده ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن على مر التاريخ وبالأخص في فترة الرئيس السيسي لنتيجة ما تعرض له قطاع غزة من الكثير من التحديات والاعتداءات المتكررة إحنا بنتحدث عن خمسة اعتداءات متكررة على قطاع غزة أثبت التاريخ أن الدولة المصرية هي الدولة القادرة على خفض التوترات والوصول إلى تفاهمات تفضي بعد ذلك إلى وقف الإطلاق النار ولولا دور مصر الرياضي والمحوري في العام 2014 تحديدا بعد اعتداء متكرر لمدة خمسة وخمسين يوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت الأمور كانت ممكن أن تهروا عن السيطرة ولكن المفاوض المصري في هذا التوقيت كان لديه من الحكمة والوعي والإدراك الشديد لخطورة هذه المرحلة وتحرق في الاتجاه لضرورة إيجاد أرضية مشترقة بين الطرفين ونجحت مصر فيما لم تنجح فيها أي دولة أخرى في العالم الدولة المصرية دائما ما يعول عليها العالم أجمع وأول دولة تعاول على الدول المصري على مرة تاريخية الإدارة الأمريكية لأن دائما الإدارة الأمريكية ومن خلال المواقف المصرية المشرفة والتاريخية بتقول بالحرف الواحد مصر تقوم بدور ريادي ومحوري للعمل على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي التصرحات التي خرجت من الإدارة الأمريكية لا يمكن أبداً اعتبرها إلا أنها تصرحات لا تتصق ولا تتفق مع الواقع ولا يمكن أبداً إلا أن تأخذ فيه النطاق التصرحات الهزلية التي لا تتصق مع ما تقوم به مصر من جهود حقيقية ولا يمكن أبداً أن تبحث الإدارة الأمريكية عن دور لها على حساب الدولة المصرية الدولة المصرية دولة كبيرة الدولة المصرية دولة رائدة الدولة المصرية دولة محورية تتحرك على كافة الاتجاهات والمحاور ولعبت على المستوى الإنساني منذ اللحظة الأولى لإنفاذ المساعدات معبر رفح قصفها من الجانب الإسرائيلي الأكثر من أربع مرات أو من الجانب الفلسطيني عفواً من أربع مرات ثم أيضاً قصفت يعني الكثير من المساعدات بمعنى أن المساعدات نفسها تم استهدافها لكي لا تدخل لقطاع غزة إحنا بنتحدث عن استهداف المساعدات الأدوية نفسها كان بيتم تفكيكها وعدم إدخالها إلى الداخل الفلسطيني ده كان بيؤدي إلى تعطيل إدخال المساعدات وإنفاذها وبالتالي مصر يعني منذ اللحظة الأولى لعبت على مستوى الإنساني لعبت على المستوى السياسي لعبت على المستوى الدبلوماسي قمة القيارة للسلام اللي كانت أساس للقمة العربية الإسلامية واللي انبسق عنها المجموعة الوزارية العربية التي كيابت كل دول العالم وأحدثت يعني نوع من أنواع التوازن وأكدت على ثوابت مصر لدعم القضية الفلسطينية طيب حرجع مع حضرتك يا دكتور حامل لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 8 فبراير حضرتك بتقول أنها لا تتصق مع موقف الأمريكي سابقاً فترة السابقة هل هيبقى دي بداية لموقف جديد من أمريكا ولا حضرتك شايفي إزاي أنا أظن أني كان فيه تصرحات أو ستة سهرة لازم نرجع بيها قبل هذه التصرحات كان فيه تصرحات مهمة جداً للرئيس الأمريكي وهو على سلم الطائرة وكان يعقد مؤتمراً صحفياً وأشاد بشكل واضح بالرئيس السيسي وقال كده لو لا الرئيس المصري لو لا الرئيس المصري ما كانت المساعدات قد دخلت لقطاع غزة وما نجحنا في كسر الحصار عن القطاع هذا حرفية وده دليل قاطع على دور مصر الرياد والمحوري اللي هو الآن بيحاول أن ينسبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول أن يقول للعالم أن مصر تقبل إملاد مصر لا تقبل إملاد مصر دولة كبيرة مصر عندما تدعم القضية الفلسطينية تدعمها من واجبها الوطني العروبي القومي ومن خلال قيادة سياسية رشيدة ومتمكنة وتعلم ماذا تفعل لا تحتاج مصر إلى من يقول لها عليكم بإدخال المساعدات لقطاع غزة معبر رفح مصر سعت وبكل قوة إلى تحويله إلى معبر لإدخال الشاحنات لأن في الأساس معبر رفح هو لدخول الأفراد مصر اتخذت حتى عالمية معبر رفح طبعا مطار العريش تم تخصيصه بشكل كامل لإنفاذ المساعدات واستقبال كافة أوجه المساعدات مصر قدمت من هذه المساعدات 80% منها على المستوى العالمي والمستوى الدولي أي نظر الإدارة الأمريكية اللي سعت على مدار 120 يوم كان من المفترض أن تضغط بشكل أقوى وبشكل فيه الكثير من الحسم لحس إسرائيل على وقف العدوان ولكن في كل الأحوال مصر هي من تدعم القضية الفلسطينية وهذا ليس أقوال ولكنها أفعال مصر دائما بلد أفعال تتحرك في إطار السعي وبكل قوة إلى حس المجتمع الدولي لإعادة التوازل للقضية الفلسطينية ونجحت في ذلك لأول مرة بعد لقاءات متكررة وزيارات واتصالات الجانب البريطاني وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بيؤكد على أنه من الممكن أن يتم الاعتراف وده له ورجعنا بهذه التصرحات أول رئيس في العالم أشهر لهذه الجزئية بدلوط الاعتراب بفلسطين ومنح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كانت الدولة المصرية نعم طيب هو ده الحضرات بتتحدث فيه نقدر نقول عليه نتيجة للجهود المصرية على مدار السنوات العديدة الماضية وأخيرها طبعا الشكل المكتف جدا اللي ظهرت به منذ يعني بداية هذه الحرب على قطاع غزة ولكن في نقطة برضو احنا مش هنننساها ربما مش محتاجين حتى نحن نذكرها ولكن نذكر دائما لأنه كلما استمرت الأكاديب هي بتلعب كده على دماغ الناس أنه هو مع كثرة ترديد الأكاديب يبتدوا يميلوا لتصدقها بسبب كثرة انتشارها محدش ناسي أنه كان فيه رفض مصري تام لخروج يعني أصحاب بالزبط أصحاب الجنسيات المصدوجة من قطاع غزة وربطت وربطت على ستة المساعدات ولو لهذا الموقف المشرف من جانب القيادة السياسية المصرية ما كانتش المساعدات ربما ما كانتش دخلت لحد النهار دي يا دكتور حامد سيد باسم دي نقطة جاهرية جدا لأنه سيصارى في بداية الأزمة كان فيه رفض قاطع من جانب إسرائيل لفتح معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطين لأن كما يعلم القاس والداني أن إسرائيل دولة احتلال وهي من تسيطر على المنافذ وإذا كانت على فرض زعم أكاذيب الدولة العبرية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية هناك ستة معابر أخرى موجودة وتسيطر عليها إسرائيل إذا كانت مصر فرضا وهذا كاذب أما لماذا لم تدخل المساعدات من باقي المعابر التي تسيطرون عليها بالأمس كان فيه مشهد واضح جدا وبشكل ظاهر جدا أن المتطرفين الإسرائيليين يقفوا أمام معبر قرم أبو سالم لكي لا يسمحوا بإدخال المساعدات إلى داخل القطاع يعني ده ووزير الخارجية الأمريكية كان من المفترض أن يكون له زيارة لهذا المعبر ولكنه قام بإلغاءها نتيجة ما يقوم به المستوطنين والمتطرفين اليهود في هذا المعبر وهذا سيسبب حرق للإدارة الأمريكية وبالتالي المسؤول الأول عن عدم إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع بما يتوافق مع احتياجات قطاع غزة هم الإدارة الأمريكية وإسرائيل وحتى قبل إسرائيل هي الإدارة الأمريكية لأن هذا شق إنساني لا تحتمل أي دولة في العالم تأخيره وبالتالي الدولة المصرية مرارة وتكرارة نتذكر أيضا يا أستاذ صاري يا أستاذ باسم جزئيتين لازم نشر إليهم المؤتمر الصحفي لسكرتير عام الأمم المتحدة أمام معبر رفح واللي بيشك بالدولة المصر أيضا مؤتمر صحفي لوزير الخارجية عفوا لرئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا أمام معبر رفح وإشادة بالدولة المصرية الهاء العامة للاستعلامات وبمشاركة أكثر من خمسمائة وسيلة إعلامية وصحفي كانوا أمام معبر رفح وانتقلوا إلى مطار العريش وشاهدوا حجم ما خصصته الدولة المصرية من بنية تحتية ومن مؤسسات ومؤسسات العمل الأهلي أيضا الموقف المشرف للمؤسسات المصرية والشباب المصري الواعي والمدرك والداعم للقضايا الفلسطينية وهم يرفعون شعارات مرابطون حتى الإغاثة لكي يتم إغاثة الفلسطينيين وقاموا بالجلوس أمام معبر رفح لأيام طويلة حتى تسمح دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات أين المجتمع الدولي من كل ذلك؟ أين الإدارة الأمريكية من كل ذلك؟ دولة المصرية تحملت ما لا تتحمل أي دولة كل حالة موثقة يا دكتور طبعا قبل ما نكمل نقاشنا مع حضرتك هنروح دلوقتي لعرض معلوماتي عن الجهود المصرية لدعم أشقائنا الفلسطينيين ونرجع بارة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المصري أو من كل الجوانب العالمية والضغطات اللي كانت موجودة صدر من مجلس الأمن الدولي بضرورة إنشاء آلية تستطيع أن تقوم وتعمل على سرعة إنفاذ المساعدات إلى الداخل الفلسطيني بأسرع وقت ممكن وكان من المفترض أنها تكون في الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي حتى الآن لم تظهر هذه الآلية إلى النور بالعكس تم أيضا وقف عدد من الدول لتمويلها لوكالة الأنروح التباعة للأمم المتحدة كيف ترى مستقبل توزيع المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة مع كل هذه التحديات ومع إصرار مصر وتذكيرها دايما بضرورة وصرعة إنفاذ المساعدات على الرغم من الموقف الأمريكي المغزي إلا أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة بتتعاون مع الجانب الأمريكي ليه؟ لأن الدولة المصرية هدفها الأسمى هو القضية الفلسطينية هدفها الأسمى هو الشعب الفلسطيني وبالتالي هي لن تتراجع ولو قيد ألمولى عن التعاون مع الأشقاء في قطر والشريك الأمريكي باعتبار أن أمريكا هي القادرة على لعب أدوار مع الجانب الإسرائيلي هذا من ناحية من ناحية أخرى حضرتك تحدست عن نقطة مهمة جدا وهي قرارات مجلس الأمن كان فيه قرارين صادروا من مجلس الأمن من قدم هذه المشاريع لإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية للقطاع؟ المجموعة الوزرية العربية والشقيقة الإمارات ومن ضمن هذه المجموعة هي الدولة المصرية شاهدوا مؤتمرات الوزير الخارجية المصري سامح شكري في كل المؤتمرات وهو يؤكد مرارا وتقرارا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه إنفاذ هذه المساعدات يعني القرار رقم 27-20 عندما سعت المجموعة الوزرية العربية لتمرينه من مجلس الأمن تم إفراغ من مضمونه من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أيضا القرار أو تدابير الإجراءات الاحترازية التي خرجت من محكمة العدل الدولية واللي بتطالب إسرائيل بالتوقف عن الإبادة الجماعية هي معنى الإبادة الجماعية ليس فقط القتل ولكن هناك إبادة جماعية ولكن بشكل مختلف وهي عدم توفير استخدام المساعدات الإغاثية لتنفيذ مخططين التجويع والتهجير ودول نقطتين رئيسيتين بتسعى أيضا نتكلم عن نقطة التهجير اللي من يوم الأول دولة مصرية بتؤكد وتوعلن موقفها برفض تهجير الفلسطينيين هذيك شايف ده موقف مصر أو ده مصر تتحدث باسمها بس ولا باسم مصر وفلسطين لا دائما وآبدا مصر تنزل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية بامتياز وهناك ترابط وثيق بين الشعب الفلسطيني الرافض تماما لفكرة التهجير والمتمسك بأرضه من دماء وبالتالي التضحية بها بتلك الدماء أمر صعب جدا بالإضافة إلى هذا هو حق تاريخي وحق مشروع بعد يعني أكثر من 75 عام من النضال الفلسطيني الذي سعت الدولة المصرية على مر العقود والتاريخ لدعم القضية الفلسطينية وأكثر شعب أسيل الدماء مع الأشقاء الفلسطينيين وقدم شهداء للقضية الفلسطينية هي الدولة المصرية والشعب المصري وبالتالي مصري بتتحرك في إطار دورها الرياضي والمحوري لدعم القضية الفلسطينية تاريخيا وهو يعلام المجتمع الدولي وتعلام الإدارة الأمريكية ويعلام الغرب وستكون هناك تحركات مصرية في الفترة القادمة لحجد المجتمع الدولي بشكل كبير لأسير أولا في ضرورة الاعتراف بفلسطين أمام الجامعة العامة ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام البحث وبكل قوة عن هدنة إنسانية طويلة الأمد تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سلام شاملة لأن القاهرة دائما وأبدا تقول أننا لابد أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة الحلقة المفرغة هي استمرار العدوان وعدم وجود أفق سياسي وبالتالي لابد من وضع خارطة طريق واضحة تفضي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية حقيقة الفكرة التي ذكرتها يا دكتور حامد عندما تتحدث عن الوصول إلى هدنة إنسانية دائمة مصر بتعمل بقوة في هذا الصدد وهناك جهود مدنية على مدار الساعة من غير أي مبلغة مع طبعا قطر ومع فلسطين ومع إسرائيل ومع الولايات المتحدة حتى من أجل الوصول إلى هذه النقطة حتى الآن ربما لم تصل بعد إلى حد اللي هو الاقتراح الذي يكون مقبولا من الطرفين ولكن كان لابد من البداية توحيد الموقف الفلسطيني ومن دون هذا الأمر لم تكن لتصل إلى وجود تفاوض أصلا مع الجانب الإسرائيلي كيف رأيت الجهود المصرية ومن قبل حتى اندلاع هذه الأحداث من 2021 في توحيد الموقف الفلسطيني مصر بتتحرك فيه أكثر من إطار الإطار الأول بالنسبة للدولة المصرية العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وجعل البيت الفلسطيني أكثر قوة وثبات في مواجهة التحديات المتزايدة اللي بتواجه القضية الفلسطينية الجزئية الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه الجزئية هو التعاون الوصيق مع المجتمع الدولي وجعل هناك ظهير حقيقي يكون دافعا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ودائما وأبدا القادة السياسية المصرية سواء في اللقاءات القبرى أو اللقاءات الثنائية كانت تجعل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدولة المصرية وتؤكد على ثوابت ودعائم الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية أيضا فيما يخص الكثير من النقاط محل الاهتمام المشترق من خلال القمم الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية باعتبار أن مصر والأردن وفلسطين في خندق واحد باعتبارهم أما من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية وعقدت هذه القمم لإحداث نوع من أنواع الضغط على المجتمع الدولي وتوحيد الموقف العربية لخدمة القضية الفلسطينية نعم كل الشكر لحضرتك يا دكتور حامد الحقيقة شرفتنا واستفدنا جدا بكل المعلومات الموجودة عند حضرتك ونأمل أن الموقف يتحسن في المستقبل القريب للغاية على مدار الأيام القادمة وخصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك بإذن الله في أن تكون هناك انفراجة كبيرة على أهلنا في قطع غزة كل شكر تحياتي يا فندي تحياتي يا فندي طبعا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية ألف شكر لحضرتك ساعد بوجود مصر